احنا طبعا عارفين ان هناك علاقة وثيقة بين السكر من النوع الثاني والسمنة هنلاقي ان 80% من مرضى السكر من النوع الثاني عندهم سمنة طبعا ده معروف تماما ان احنا لما بنزل الوزن ممكن نساهم بدرجة كبيرة في ضبط السكر بالعكس في مرحلة قبل البداية في السكر اسمها مرحلة ما قبل السكر هذه المرحلة لو قدرت انزل وزن المريض 7% من الوزن المبدئي ممكن اقي المريض من السكر نفسه يعني بتدي سكر ينزل تاني هو طبعا بيبقى مرتفع ولكن لا يصل الى تشخيص السكر في مرحلة بين الاثنين بين الطبيعي وبين تشخيص السكر لو قدرت انزل 7% من الوزن المبدئي عن طريق تنظيم الاكل وعن طريق الرياضة اقدر ان انا اقي المريض الاحصيات بتقول حوالي 58% اقدر اقي لمدة 5 سنوات من الاصابة بالسكر وبالتالي معروف ايضا ان انا لو واحد شخص سمين وابتديت انزل وزنه اقدر ان انا يا اما بقلل من العلاق يا اما اذا كان مثلا شخص او سيدة وزنها 120 كيلو وقدرت بتخفيض الوزن بشكل متدرج الى انها تنزل المطلوب في نزول مش بدرجة سريعة المطلوب الافضل هو 4 كيلو كل شهر لو قدرت ان انا انزل 4 كيلو كل شهر وقدرنا نتخلص من هذا الوزن الزائد ممكن قوي ان احنا بنقلل من كمية الدواء وفي بعض الاحيان بنتوقف تماما على الدواء وترجع تاني مريض السكر يرجع يبقى معندوه السكر ولكن بناخد الموضوع برضو بحذر لان السكر ممكن يرجع في المستقبل لكن على الاقل ان انا بأجل من مشكلة الاصابة بالسكر اشتركوا في القناة